كنا لك الآن حوارات داخلية سياسية تجري بين الحكومة وبين القوى السياسية العراقية من أجل منع انزلاق العراق نحو أي مسار يهدد الأمن والاستقرار في البلاد وهذا عمل كبير جدا تقوم به الحكومة العراقية برئاسة الأستاذ محمد شيع السوداني هذه الأطراف المسلحة ما زالت تمتلك من سلوك سابق ومعطيات سابقة من الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها حقيقة من أطراف موجودة في المنطقة ولذلك هذا التحدي نعمل عليه من خلال مسارات متعددة سواء بالحوار السياسي سواء في الانفتاح ما بين القوى السياسية العراقية في المصارحة من قبل الحكومة العراقية في أي تهديد أو تحدي أو أي حركة تؤثر على عمل الحكومة العراقية والتزاماتها في إدارة أولويات السياسة الوطنية العراقية وبالتالي هذا ما تعمل عليه الحكومة طالما أنتم ندرك وغير يدرك أن السيد السوداني لا يعمل بالخنادق المتحدة متقابلة ولا يشتغل بصناعة العداوات لذلك هو يلجح إلى هذا الحوار بمعنى من خلال حديثك أن السيد القائد العام فتع حوار مع فصائل المقاومة على العراقية التي تقوم بضرب المواقع لا 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 بس اسمح لي 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 لا جرنا لهذا الموضوع عنده أقول لك حوار سياسي حول التزامات العراق السيادية لحماية البعثات الدوليماسية ليكن السؤال بصيغة وان الدقيقة كل اجدعتي لك دقة وبالدقة نفسها سأعيد صياغة السؤال هل السيد القائد العام بالقوات المسلحة في ظل الأزمة التي يحذر منها بكونه رجل يريد الأمن والسلم والاستقرار دخل في حوار معمق مفتوح كما تصفه مع فصائل المقاومة استمع إليهم واستمعوا إليه لتفادي الأزمة ومخاطرها شوف الدخول يكون مع القوة السياسية العراقية سواء التي تمتلك مسارا في الفضاء السياسي أو تمتلك كذلك مقاعد في داخل البرلمان العراقي وهذا هو المسار الذي تعمل عليه من خلال مؤسسة اتلاف دارة الدولة الآن اتلاف دارة الدولة تحول إلى مؤسسة قرار وطني مثل القوة السياسية الوطنية العراقية التي دعمت الحكومة العراقية وأعطت ثقتها ودعمت البرنامج الحكومي ولذلك السيد رئيس وزراء يعود إلى هذه المؤسسة بالحوارات بالاجتماعات معها واللقاءات ولذلك البيان الذي صدر عن الاجتماع الأخير الذي عقده مع قادة القوة السياسية العراقية دعم الحكومة العراقية بهذه المسارات الثلاثة التي هي تركز على الاستقرار على الالتزامات وعلى مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن القوة العراقي السؤال بصيغة راح يكون بثالثة أو بعاشرة حتى أحصل على إجابة هل هناك من مانعهم لا لا أنا بجانب المصلحة الوطنية وأنت تعرف ذلك هل هناك من مانع قانوني أو سياسي أو دستوري من فتح حوار مع فصائل المقاومة العراقية المسلحة الموجودة في العراق هل هذا اللقاء فيه إخلالا سياسيا أم فيه يترتب عليه أعتارا أخرى هذه الآن الأول أردوصل هاي النقطة هل ترجع الدكتور ندين شوف هذا السؤال مهم جدا التعارض قد يكون في إطار وجود البيئة السياسية الواضحة جدا الآن والإرادة السياسية أنا أتوقع أنه العراق ورث صراع دولي أقليمي وطني في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هذا واحد والصراع العربي الإسرائيلي وكذلك الصراع الآن في أزمة غزة لأنه أزمة غزة بها تداخلات ليس فقط ذات أجندات بين الأخوة الفلسطينيين والذي نطمح أن يعمل العراق على هذا الطموح أن يقف إطلاق النار ولذلك اليوم السيد رئيس وزراء أكد في البيان الذي صدر عن المكالمة الهاتفية مع السيد وزير الخارجي البريطاني على ضرورة أن تقوم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بدعم رؤية الأمين العام للأمم المتحدة الذي يركز على إيقاف إطلاق النار القضية الثانية وهي القضية الأخرى المهمة وهو البعد الإنساني أن الفلسطينيين الأبرياء العزل يواجهون آلة دمار يعني تدمر حياتهم تدمر بناءهم التحتية وتجهض حقوقهم الأساسية وفق الاتفاقية جينيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة والبروتوكولات اللاحقة بها وكذلك بالمقابل آلة هذه الصراع عكست على المنطقة وبالتالي منطقة تواجه تهديد وتحدي بالإضافة للأمن العالمي الذي يتهدد وهذا ما أشار إليه السيد رئيس وزراء ولذلك نحن حريصون إلى أن نصل إلى نقطة الاستقرار والحفاظ على الوضع العراقي والاستقرار في الدولة في المجتمع وكذلك في الحياة العامة وهذا بالتالي ما يتطلب حواراً حقيقياً ولذلك يقوم به السيد رئيس وزراء بين الحين والآخر مع قادة القوى السياسية العراقية لا تراجع عن هذا المناصطة وهذا الأدف لكن بالمقابل لأنه كذلك على الأطراف السياسية داعم الآن للحكومة العراقية والتي كذلك لديها وجهات نظر أن تدعم هذه النقطة لأنها نقطة محورية وموصلية في خضم هذه الأزمة الكبيرة التي تعيشها المنطقة وكذلك الدول العربية والدول الإسلامية طيب أستاذ أسياني ترجمة نانسي قنقر